دكتور جورش شبلة تحية لك تحية لكل الأطباء والممردين على جهودهم ومساعيهم وتضحياتهم بهالفترة الصعبية اللي عم نمرق فيها بداية انا بحب اسألك هل استوفى مشهد استقبال اللبنانيين على مطار لبنان شروط السلامة العامة وهل كانت التدابير المتخذة من الناحية الطبية كافية برأيك هاي ناريمان أول شيء بدأت شكريك وحبب كمانا بدوري أتوجه بتحية للميديا للجهود اللي عملوها خلال هذه الأزمة فيما يتعلق بعودة المغتربين عبر مطار بيروت الدولة فينا نقول أنه معايير السلامة العامة اللي تعتمدت والطريقة اللي تم التنفيذ فيها كانوا مقبولين نسبة للإمكانيات والسرعة اللي صارت فيها الأصص أكيد كان يفضل أن يكون فيه تنظيم أكتر وتشدد بالتطبيق أكتر لكن بشكل عام كان الوضع لا بأس به دكتور اليوم الوضع بلبنان عم يتجه نحو المزيد من التأزم لأي مدى الحالات اللي عم بيتم الأعلان عننا والكشف عننا والأرقام عم بتكون دقيقة وهل نحن اليوم مؤهلين لمواجهة الوضع بحالة فاقم إن من ناحية توفر أماكن الحجر الصحي وإن من ناحية جهوزية المستشفيات عدد الإصابات رح يزيد مع الوقت بس المهم سرعة اللي عم بيزيدوا فيها اللي يظل يقدر يتحمل نظام الصحي اللبناني عدد المصابين تا يقدر يأمل لهم العلاج أو المحلات بالمستشفيات وبأماكن الحجر التدابير المتخزة من قبل المستشفيات عم بحكي إن كان الحكومية أو الجامعية الكبيرة أنا باعتبار إنها جاهزة لتستقبل عدد معين المرضى بعدنا بمارش مقبولة جدا قبل منوصل على الخط الأحمر من ناحية تحمل نظامنا لعدد المصابين دكتور صرنا نعرف إنه نسبة كبيرة من المصابين ما بتظهر عليهم أي عوارد شو يعني هيدا الأمر طبيا هل من مرحلة زمنية قصوى لظهور العوارد وبالتالي بهيد الحالات تحديدا لأي مدى فيه خطورة أنه تتأزم على فجأة حالة المصاب وبالتالي تظهر العوارد بشكل مفاجئ وتصير إمكانية علاجه أصعب كما قلت نريمان في قسم كبير من المرضى لعنده فيروس كورونا ما عند عوارد خطورة هذا الموضوع هي أنه هود الأشخاص بيقدروا يعدوا غيرهم لأنه ما رح يكونوا عارفين كون ما عندهم عوارد مرض أما بالنسبة للعالم المريضة واللقاة فيروس كورونا سرع التطور المرض بتفرق بين شخص والتاني بس الأغلبية رح يكون عندهم عوارد بين الخمس أيام والسبعة أيام وبين بعدها ببلش التحسن التدريجي هلأ لسوق الحظ في بعض الأشخاص تدهور حالتهم بس أود الأشخاص أساساً رح يكونوا موجودين بالمستشفى لأنه رح يكونوا ببلشوا يحسوا بعوارد معينة وراحوا على المستشفى ليتراقبوا ليأخذوا العلاج بحال إصابة طفل بالعدوى شو نسبة شفاءه وتجاوبه مع العلاج وهل من أعمار محددة عند الأطفال بتدعي للألأ؟ نسبة الإصابة بفيروس الكورونا عند الأطفال نسبة متدنية جداً وحالات الوفيات نادرة وما في فرق بعمر الأطفال من ناحية الخطورة العلاج المتبعة في لبنان والعالم لمساعدة المرضى المصابين هل عم بتم استخدامه لكل الحالات أم هناك بعض الاستثناءات؟ العلاجات المتبعة في لبنان وبالعالم هي مخصصة للناس اللي عند عوارض متوسطة أو قوية أو بتستدعي حالتها الدخول لعناية الفائقة وغير مخصصة للناس اللي عندها كورونا بس ما عندها عوارض أو عوارضة خفيفة جداً مثل شوية وجع راس أو شوية سعلة أو تعب بعد الشفاء من الكورونا هل بيترك هالمرض آثار جانبية على صحة الإنسان على المدى البعيد؟ وهل ممكن يلازم المصاب على مدى الحياة مثل بعض الأمراض الأخرى؟ يجب أن نعرف عن فيروس كورونا أنه هو فيروس جديد وكل المعلومات اللي عندنا إياها ترجع بماكسيموم لفترة أربعة شهور بالنسبة للإصابات المزمنة أو الأثار الجانبية اللي بيتركها الفيروس على الجسم هي عادة مرتبطة بالإصابات على الرواية من ناحية تدمير شوية مناطق بالرواية ومعقول تتحسن مع الوقت كمان بالإضافة لأثار جانبية على الدماغ ناتجة عن الغبوط الحاد بنسبة الأكسجين بس مثل مقلب هيدا بحاجة لمتابعة أكتر ورح يكون معنا أجوبة أكتر مع الوقت لأنه هيدا القصص قابلة للتحسن ختاما دكتور جورش بلي بحب أتشكرك على وقتك وأسألك عن حملات التوعية اللي عم نشوفها هل برأيك عم بتكون كافية وهل التجاوب والالتزام فيها سليم؟ حملات التوعية عم بتكون بالقدر المطلوب لكن وللأسف نسبة الالتزام عم بتكون متدنية وهو أمر ضروري جدا للحد من انتشار المرض والخروج من هذه الأزمة ولنرجع لحياتنا الطبيعية بأسرع وقت ممكن أخيرا أنا بدأت شكريك ناريمان على وقتك وعلى أساس المهمة لدويت عليها عبر أسئلتيك ممسي 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 ممسي